نتواجد حاليا في قلب مدينة قعطبة هذه المدينة التي شهدت لأكثر من عشرة أيام اشتباكات وحرب شوارع دارت في هذه المدينة كما تشاهدون بفعل قصف ميليشيات الحوثي على هذه المنطقة كما تشاهدون هذا المنزل الذي تعرض لضربة في الكاتوشة أو لقذيفة أطلقتها على هذه المنطقة أدت إلى استشهاد أربعة من أبناء هذا المبنى وأيضا هناك ما يزال سبع أفراد في مستشفيات مدينة الضالع يعالجون في مستشفيات مدينة الضالع نلتقي الآن بوالد الشهداء وأيضا صاحب هذا المنزل يطلعنا عن في أي وقت أتت هذه الضربة وكم هم الضحايا حتى هذه اللحظة الضربة بقت في العشن ونحن جالسين في الناس في الغرف وناس في المطابق وناس في الصالة وأجئت لنا الضربة وأستشهد علينا أربعة شهداء ومعنا سبعة جرعاء في مستشفى الألماني في عدن ومستشفى صابر والآن نعاني من دون منازل من دون دعم من دون علاجات لبقية الجرحة والآن نطلب المساعدة من أي شخص إذن هذه ضحية من مئات الضحايا التي خلفتها ميليشيات الحوثي وما إن دخلت منطقة أو تدخل أي مدينة إلا وتخلف الضحايا والشهداء والجرحة محمد مريسي قناة بلقيس من وسط مدينة قعطبة محافظة الضارع ترجمة نانسي قنقر